يعني طب خلينا نبدأ محرك من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهذه المبادرة اللي تحولت لمشروع قومي كبير جدا ابتدينا ان احنا نشوف ثمار والخطأ الوضع على سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي انه يتم تطوير قرى ريف المصري في خلال ثلاث سنوات ويشمل جميع القرى حيث الوزيرة يعني يمكن اللي احنا بنشوفه مش بس فكرة انه انا بقى اعيد ترميم البيت مرة اخرى او الجدران او ان احنا نشوف الخدمات او الاثر اللي هي محتاجة صرف معاش او ان هم يدخلوا ضمن برنامج تكافل وكرامة لكن احنا بنشوف انه تغيير للمجتمع ريفي بالكامل يعني الخدمات اللي بياخدوها التعليم الشغل فرص العمل التعاون كمان الكبير اللي بتقوم بيه الوزارة مع الجماعات الاهلية والمجتمع المدني والحقيقة سيادة الرئيس ليه رؤية متكملة وشملة لتنمية مصر بحالها الشغل بعد او الوضع بعد الثورتين كان الحقيقة مش بس محتاج بنية تحتية محتاج تغيير بنية تحتية تعزيز قدرات الشباب تنمية الطفولة المبكرة الدخول في مناطق العشوائية وحماية السكان ونقلهم الى مناطق امنة والى حياة اكثر ادمية التمكين الاقتصادي في قسط اجراءات الاصلاح الاقتصادي الحقيقة كان المشوار طويل جدا الحمد لله خلال الفترة السابقة تم تحقيق كثير من الانجازات على مستوى الطرق على مستوى البنية التحتية على حماية الناس من المخاطر الملحة على تحسين الاقتصاد المصري على التخفيف او الاصلاح اللي تم على منظومة الدعم ثم جاء دور القرى المصرية يعني الحقيقة هذه الخطوة لم تكن متأخرة ولكن جاءت في اللحظة المناسبة في سياق مجموع الاصلاحات اللي بتتم كلها حماية مصر من الخارج ومن الداخل ثم يعني انطلقت التنمية الى عمق الريف الريف المصري مهما كانت مشاكله فهو مازال آمن ولكن تنقصه الكثير من المؤشرات التنموية اللي بتحسن القرى وبتحسن حياة الاصر الحقيقة سيادة الرئيس كان ليه رؤية متكملة ان تطوير الريف لا يتم كاجزاء متقطعة ولا يتم على مراحل ولكن يتم دفع ان الحكومة تستنهد جميع القوى اللي موجودة فيها ان يتم التنسيق مع المجتمع المدني وان ندخل الريف بحصيلة بشرية وبموارد مالية كبيرة كان بيتم تعافي الاقتصاد خلال الفترة السابقة فبدأنا في حياة كريمة منذ عامين في سنة يناير 2019 اطلق السيد الرئيس شرارة برنامج حياة كريمة الاولى خلال المرحلة الاولى حققنا انجازات في 143 قرية كنا مركزين اكتر على السكن الكريم على بعض القوافل الصحية اللي هي الحاجات الاساسية خالص للمواطن ثم يعني الحقيقة الفترة مرت في التضامن الاجتماعي كان بيتعاون مع 23 جمعية اهلية غير يمكن اكتر مئات من الجمعيات على مستوى المجتمعات القرى لما جات المرحلة التانية سيطر الرئيس كان دي منظور اوسع والحقيقة كلنا يعني بنحزو هذا الحزو ان احنا نتوسع فيه بدل 143 قرية في 1400 قرية البرنامج الاول يعني تكلفته كانت 13.5 مليار تكلفة المرحلة اللي احنا فيها 150 مليار في اطار رؤية ابعد ل500 مليار كنا 3 وزارات فقط اللي هو التخسيط والتضامن والتنمية المحلية اصبحنا اكتر من 10 وزارات كنا القطاع الخاص ايضا هو هيبقى شريك معنا في المسئولية المجتمعية داخلين تنمية متكاملة كهرباء غاز طرق مواصلات اسواء صرف صحي مية واحنا بيجي دورنا اكتر واكتر مش بس في السكن الكريم بس في تنمية المواطن المصري اللي هو بننتشر اكتر في التوسع في انشاء الحضانات وتطويرها في الجزء الخاص بتنمية الاطفال تحت سن 4 سنوات في توفير صحة انجابية في عيادات اتنين كفاية بالجمعيات الاهلية في الاهتمام بدوى الاعاقة واكتشافهم مبكرا وتقديم لهم خدمات تأييل ودمجة في المجتمع في تمكين اقتصادي للشباب والنساء في الريف من خلال ورش انتاجية ورش اسر منتجة ومركز تكوين مهني اشتركوا في القناة